لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحبكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة طلاب الأصهر اتخذوا شيخ الأصهر ربا من دون الله احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الجامي بيقول أن السنة أو أحاديث الرسول في الحقيقة وحي يعني كلام الله ومن تعمد الاعتراض عليها فقد اعترض على الله ودي ردة ومعروف أن الردة حكمها لأتلك حلق أخير وأن الأصهر بيدرس عقيدة محرفة وبعدها كلم طلاب الأصهر اللي بيتعلموا عقيدة في الأصهر ويقول لهم أنتوا إما أنك وجهلة أو في شبحة عشان كده مش هنكفركم وقال لهم أن تأويل الصفات ده بس ينفي الصفات اللي الله أثبتها لنفسه بنفسه وإنتوا كده بتكذبوا الله والرسول وبتعترضوا على الله والرسول واللي بيعترض على الله والرسول كافر مرتد في الحالة دي أنتوا هتبقوا كفار والسبب وجود مشايخ شبهة يعني مشايخ بين شرق والشبهة زي شيخ الأصهر كمان زب واللي بيمثله دلوقتي الدكتور أحمد الطيب هو مشايخ الأصهر اللي معاه من مشايخ الأصهر طبعا قدوة سيئة بتاخدوا الطلاب طلاب الأصهر بتروح واخديهم للنار وهنا في نقطة عاوزة أقولها بشكل سريع النشيخ الأصهر في الحالة دي بيعتبر كأنه عمل من نفسه إله يعبد من دون الله وكلام ده مش من عندي ده موجود في القرآن في تفسير الربعوي سورة التوبة تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وهنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا وبنشوف معناها في التفسير معناها أنهم أطاعوهم في معصية الله واستحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا فاتخذوهم كالأرباب وده في التحرم والتحليل بس يعني لو واحد بيقولك البطيخ حرام ما تكلش ما تكلش وانت تصدق يبقى انت كده ايه عملت منه ربه وإله بتعبده طب شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب جاب دين جديد وعقيدة جديدة حسب كلامه أنه معظم المسلمين إن لم يكن كلهم مؤمنين بالدين الأشعاري وبالعقيدة الأشعارية وحتى لو ما كانش الشيخ الأصهر هو اللي مؤسس الدين الأشعاري فهو بينشره وبدفع عنه زي ما أثبتنا في الحلقات اللي فاتت وبرضو هسبت هسبت ده في الحلقة دي والحلقة اللي جاية يعني من الآخر شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب الناس بتعبده ربا من دون الله ونكمل تكفير الشيخ الجامع للأصهر ومشايخ الأصهر ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاية الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعارية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم وزي ما شفنا الشيخ الجامع بيقول الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعارية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأثبه نعيد المقطع ده من كلام الشيخ الجامي ونشوف هل فعلا شيخ الأصهر قال الكلام ده هل شيخ الأصهر أحمد الطيب قال الكلام ده وهو فعلا جاهل أو ممكن يكون متأثر بأي شبهة بسببها ممكن نقول أنه لا يمكن تكفير شيخ الأصهر بسبب جاهل أو شبهة أو أن شيخ الأصهر مش جاهل يعني يعرف الكلام اللي بيقول عنه الشيخ الجامي ما فيش أي شبهة في الحالة دي ممكن نقول أن شيخ الأصهر كافر حسب كلام الشيخ الجامي ونشوف مع بعض الفيديو اللي كاي أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعدر النافي إما بجهل أو بشبهة وهنا الشيخ بيكمل ويقول أريد أن أقول نفي الصفات وتحريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله ويؤدي إلى الكفر ما لم يعذر النافي إما بجهل أو بشبهة إذن حسب كلام الشيخ الجامي اللي بينفي الصفات ويحرفها طبعا بالتأويل وينفي ما أثبت الله لنفسه من صفات وما أثبت رسوله رسول الله لله من صفات بيبقى أو بيكون كافر إلا إذا كان جاهل أو بقع في شبهة هنشوف هل شيخ الأصهر جاهل أو بقع في شبهة وهو بينفي الصفات أو صفات الله ونشوف شيخ الأصهر هو بيتكلم عن الصفات وهنبدأ بصفة الكلام وطبعا صفة الكلام لله دي بتساوي إيه؟ بتساوي فتنة خلق القرآن اللي تكلمنا عنها كتير سواء فيه كلامنا في الجزء الأول عن البخاري أو فيه الجزء الثاني عن ابن حجر وشيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب هيقول كلمة غريبة جدا في الفيديو اللي جاي وهي التوسط التوسط في الصفات ودي معناها من الآخر تناقض شيخ الأصهر طبعا بسبب تناقض مسهبه وده بيأكد الكلام اللي قلنا قبل كده إن المسهب الأشعري قائم على التناقض وكلمة التوسط في الصفات هنشرحها وإحنا بنعلق على كلام شيخ الأصهر ونروح لكلام شيخ الأصهر ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي التوسط الأشعري فقال إن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حقضه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوق فلا هو قال أن القرآن كل مخلوق ولا أن القرآن كل حادث أو قديم أو أزلي قال بالعكس المعاني التي كانت قائمة بذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان دي اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي بيسمي أما الألفاظ والحروف التي جاءت لتعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوق ما في ذلك راري وهنا شيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب بيقول توسط الأشعار فقال أن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هيخضه ده قديم لكن الحروف اللي بلغها النبي معبرة عن هذه المعاني القديمة هي دي المخلوقة فلا هو قال أنه القرآن كله مخلوق ولا قال أنه القرآن كله قديم أو أزلي قال بالعكس المعاني التي كانت قائمة بالذات الله تعالى أزلا قبل أن يخلق الإنسان ده اللي هي بسميها الكلام القديم وده الكلام النفسي أما الألفاظ أو الحروف التي جاءت تعبر عن الكلام النفسي فهذه هي مخلوقة ما في ذلك رأي وإحنا هنا بنلاحظ أن شيخ الأصهر بدأ بكلمة إيه؟ توسط الأشعار طبعا في الإيمان بصفة كلام الله أو القرآن زي ما قال شيخ الأصهر شيخ الأصهر وضح لنا معنى أن الأشعار توسط في الإيمان بالقرآن ككلام الله وعشان نعرف إزاي وضح شيخ الأصهر توسط الأشعار خلينا نشوف مرة تاني نفس الفيديو اللي فات فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله حادث أو قديم أو أزلي وهنا بنلاحظ أنه بيقول فلا هو قال إن القرآن كله مخلوق ولا إن القرآن كله قديم أو أزلي يعني الكرآن مش مخلوق أو حادث بمعنى أنه ليه بداية ونهية ومش قديم أو أزلي يعني مش ممكن نقول أنه نص القرآن مخلوق والنص التاني قديم أو أزلي بعبارة تانية القرآن مش مخلوق ومخلوق وانتبع مع بعض الشيخ الأسر الدكتور أحمد طيب هيقول لنا إيه في البتجل توسط العشعري فقال أن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي حقضه ده قديم وهنا شيخ الأسر بيقول لنا توسط الأشعري فقال أن الكلام اللي هو القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني التي كانت قائمة بالذات الإلهية قبل أن يخلق الإنسان اللي هيخضبه ده قديم وكده عرفنا أن كلمة توسط عند الشيخ الأسر أنه بين في الصفة وبيأكدها في نفس الوقت مرة القرآن مش مخلوق ومرة مخلوق وده التناقض يبقى التوسط معناه الحاجة وعكسها وهو ده نفس منهج ابن حجر ومنهج الأشعر ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة شفنا أن شيخ الأسر بينشر العقيدة الأشعرية وبيدفع عنها وهو اللي بيقود المسلمين وبالتالي لأنه بينشر بدعة فهو بمثابت أن المسلمين اتخذوه رب من دون الله الشيخ الأسر مش جاهل وهو فاهم بيقول إيه ولا واقع في شبهة بدليل أنه بيتكلم عن القرآن وقال أن الفكر الأشعري توسط الأشعري طبعا في الإيمان بسبب كلام الله أو القرآن فلا هو قال أن القرآن كله مخلوق ولا أن القرآن كله قديم أو أزليم بعبارة تانية القرآن مش مخلوق ده المعاني القديمة ومخلوق دي الحروف اللي بلقها النبي وطبعا في سؤال لفضيلة شيخ الأسهر الدكتور أحمد الطيب إيه معنى القرآن بمعنى أنه المعنى أو المعاني القديم نشوف جواب شيخ الأسهر على السؤال ده في الحلقة الجاية وتابعوني وأتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقبل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا